بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اليوم إن شاء الله سوف نتدرب على قراءة الكلمات المتضمنة لحرف ساكن إذن الحرف الساكن هو الحرف الذي يحمل علامة السكون هنا الواو عليه علامة السكون لا نقرأه وحده بل نقرأه مع حرف الجيم لأنه حرف متحرك جو جو النون عليه علامة السكون نقرأه مع الميم من من الكاف عليه علامة السكون نقرأه مع الفاء فك فك الحاء عليه علامة السكون نقرأه مع اللام لح لح السين عليه علامات سكون نقرأه مع الألف المهموز المكسور. إس. إس. الباء عليه علامات سكون نقرأه مع الميم. مب. مب. العين عليه علامات سكون نقرأه مع الألف المهموز. أع. أع. الزي عليه علامات سكون نقرأه مع الت. تز. تز. إذا نحاول قراءة هذه الكلمات حرف الجيم مع الفتحة جا جا حرف الوا وعليه علامة سكون جو جو الهاء مع الفتحة ها ها الراء مع الفتحة را التاء مع تنوين الضم تن تن جو ها را تن جو ها را تن جو هارة تن الميم مع الكسرة مي مي النون مع علامة السكون مين مين القاف مع مد الألف قا قا الراء مع تنوين الضم رن رن مين قا رن مين قا رن مين قا رن الفاء مع الكسرة في في الكاف مع علامة السكون فيك فيك الراء مع تنوين الضم رن رن فيك رن فيك رن فيك رن السين مع الضم سو سو اللام مع الفتحة لا لا الحاء مع علامة السكون لاح لاح الفاء مع مد الألف فا فا التاء مع تنوين الضم تن 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 سو لح فا تن سو لح فا تن سو لح فا تن الألف المهموز مع الكسرة إ إ السين مع علامة السكون إس إس اللام مع مد الألف لا لا الميم مع تنوين الضم من من إس لا من إس لا من إس لام الميم مع الفتحة ما ما الباء مع علامة السكون مب مب اللام مع الفتحة لا لا الغين مع تنوين الضم غن غن مب لا غن مب لا غن مبلغ ألف المهموز مع الفتحة أ أ العين مع علامة السكون أ أع الميم مع مد الألف ما ما الراء مع تنوين الضم رن رن أع ما ما رن أ ما رن أعمار التاء مع الفتحة ت ت أزاي مع علامة السكون تز تز الكاف مع الكسرة كي كي الياء مع الفتحة ي ي التاء مع تنوين الضم تن 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 تز كي ي تن تز كي ي تن تزكية أعيد قراءة هذه الكلمات جوهرة منقار فكر سلحفات إسلام مبلغ أعمار تزكية وبهذا نكون قد أنهينا درسنا هذا وإلى درس جديد بحول الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر